هو اللي بيعمله رجال الدين لكسب يعشهم غير الفساد والإفساد والتحريط على الإرهاب وإنتاج الإرهابيين هؤلاء التنابلة هم أسوأ طبقه في المجتمع على الإطلاق مبروك عطيه وغير مبروك عطيه مبروك عطيه واحد من آلاف الدعاء الذين لا يعملون شيئا وفيدا أبدا غير جني المال بغير حق مبروك عطيه علمي يكلمون لليلنهار عن الصحابة لي كان بيشتغلوا وعن الصحابة اللي كان بيشتغل نجار والصحابة اللي كان بيشتغل مش عارب ايه وكان بيشتغلوا ايه تشتغلوا دعاية مهارتكم الوحيدة هي ازاي تاخدوا فلوس من الناس ياريت بتعملوا حاجة مفيدة ياريت بتقدموا لهم حاجة مفيدة كمان مقابل كلا بالعكس انتوا سوس بينخر في المجتمع طبعا مع احترام شديد مبالغ فيه من كل الناس ليكم والناس بتتسرقوا هي مبسوطة الوقت اللي فيه ناس عندها ستين سنة رجالة وسيدات بيشتغلوا حتى القلم عشان عندهم أسر بينفقوا عليها اللي بيعمل كده وبيكدح عشان أسرته هو نفسه اللي بيقطع من لحم جسمه ويديكه في صور كتير طبعا متعددة عبر التاريخ يعني ازاي الناس دي بتستخرج الفلوس من الناس يعني موهبة كل عصر الليه طبعا أسليم كان فيه نسبة زمان عشور مش عارف ايه كلام من ده دلوقتي طبعا في بقى قنوات فضائية اعلانات ستشبه دلوقتي بقى اليوتيوب يعني شيخ مبروك عطية خبت اللي عرفه سك الأرباح بتاعت اليوتيوب كل شوية طالع بالفيديو كل شوية طالع بالفيديو لحد ما طالع بالفيديو كارثة وعلى فكرة هو أعلن ان هو اخذ أجازة بتاع بس ما قدرش يقاوم راجع تاني يعمل مقطع برضو ما هو عارف ان هو هيعمل مقطع هيشوفه مئات الألاف هياخد أرباح قد كدوات في خسار مقدرش يلتزم بالأجازة بتاعته مشكلة في كل دول مشكلة في الدين نفسه انا الاوان اللي احنا ناقد موقف من الدين انا الاوان للشباب ان هما يثوروا على الدين من اكتر من 200 سنة في فرنسا الشباب خرجوا يقولوا اشنقوا اخرا مالك بقى معاك اخر خصيص بس مش من فراغ ما عملوا كده من فراغ عملوا كده من كتر الضغط و من كتر الظلم و من كتر تجار مخضرات أرحم من رجال الدين تجار الأعضاء أرحم مفيش عمل في الدنيا أسوأ من هذا العمل و مش متوقع من اي نظام سياسي يلمس هؤلاء ولا يجي نحيتهم ان الناس دي من الاخر بيلتفح حولينا الناس السزج والبسطاء و دول كتير جدا فالحل فينا احنا و مشكلة من عندنا احنا لازم تبقى دي فرصة للثورة على الدين نفسه و نقول الدين كفاية و نقول رجل الدين روح اكسب رزقك بعرق جبينك او اعمل اي حاجة مفيدة معلش معلش عادين ان اقديك نعم اعودتش على اي شغل في الدنيا لكن لازم تتعلم وتبدأ صفحة جديدة يا اما اغرب عن وشنا بس زيك زي اي حد عايش في المجتمع ده ما انتش احسن في اي حاجة بالعكس انتو الاسوأ طبقة دي هي اسوأ طبقة في المجتمع انتو شوية كذبين و اخبير و محردين و ارهابيين الوضع ده ما عادش مقبول الوضع ده ما عادش محتمل امت بقى الشباب حيعمل ثورة حيقية على الدين نفسه امت الشباب حيقول دين كفاية كده كفاية خرفات كفاية خزعبلات كفاية ساقبنا ما وجدنا عليه اباءنا ساقبنا من التباع من التقليد من الدروشة من الاستغفال امتا في المواقف دي هو ده السؤال في المواقف دي هو ده المنتصب من الشباب الثورة على الدين نفسه الدين ورجال الدين الى الجحيم